بسبب شارب متدلط طرفين وشخصية شبهها البعض بالشخصية الشهيرة للقاضي العراقي الراحل محمد عريبي الممثل العراقي أحمد وحيد أمام القطاء استخدام الشوارب في المشهد ليس دليلا على التقليد هكذا وضح الممثل العراقي أحمد وحيد عبر صفحته على فيسبوك ما جرى بعد أن رفع محام دعوى ضده بتهمة الإساءة والسخرية من القاضي العراقي محمد عريبي الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين من خلال تقمص شخصيته ضمن مسلسل قط أحمر الذي يعرض على قناة عراقية تضمنت الدعوة اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من الممثل وحيد ومالك القناة التي تبث المسلسل ومديرها المفوض كما طالبت بإصدار قرار بمنع وإيقاف بث العمل